عناوين الصحف اللبنانية لليوم الاثنين السابع عشر من تموز الفين وثلاثة عشرين صحيفة النهار النائب الثالث للحاكم للنهار لاستقالة جماعية مجهز لمنصة جديدة تحرر سعر الصرف وتوحده اجتماع الدوحة التنسيق الخماسي بوصلة لودريان السوداني زار دمشق وبحث مع الأسد في المياه والأمن صحيفة نداء الوطن المرشح الثالث أمام خماسية الدوحة وإيران تغطي تصلب حزب الله باسيل يتقاطع مع جعجع في جلسة الانتخاب الرئاسية المفتوحة سليم شهين لنداء الوطن منصة جديدة أكثر شفافية وعمقا وحجما صحيفة الجمهورية اجتماع الدوحة اليوم لا اتفاق هل بدأت الظروف الإقليمية تتكون فعلا من تلاعب بالدولار بعد ظهر السبت ولماذا صحيفة اللواء الدولار يتفلت في بروفا التصعيد بعد مغادرة سليمي بخاري وشيا ينضمان إلى الاجتماع الخماسي وباسيل وجعجع لرئيس بالانتخاب لا بالتعيين اللاعب الرئاسي في الوقت الضائع صحيفة الأخبار واشنطن موسكو المواجهة السورية أقرب تصعيد أوروبي ضد حزب الله وفي ملفي النازحين والانفتاح على دمشق لقاء الدوحة لا أحد متحمس للحل صحيفة الديار لبنان على طاولة الخماسية في الدوحة حوار لتمرير الوقت مخاوف على سعر الصرف مع انتقال الحاكمية من سليمي لنوابه كيف سيرد لبنان الرسمي على البرلمان الأوروبي موسيقى لقراءة أسرار الصحف وللمزيد من العناوين زوروا موقعنا صدالارس.com إلى اللقاء